نحو منزلق خطير تحاول ميليشيات الحشد دفع الأمور في العراق إثر تصريحات لعدد من زعمائها بشأن احتمال انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية بدأ الأمر بحسب بيان اللجنة المنظمة لتظاهرات الثورة تشرين باعتداء مسلحين من داخل القنصلية الإيرانية في النجف بالرصاص على المتظاهرين السلميين الأمر الذي دفع بعض المتظاهرين لاقتحام مقر القنصلية وإضرام النار فيه ومن ثم بدأ زعماء ميليشيات الحشد باستثمار الحادث الذي يعد الثالث من نوعه ضد القنصلية الإيرانية في العراق بعد إحراق قنصلية البصرة قبل أكثر من عام وقنصلية كربلاء قبل أسابيع أبو مهد المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد سارع للإعلان عن أن كل ألوية الحشد أصبحت بإمرة مرجعية النجف مهددا كما قال بقطع اليد التي تحاول أن تقترب من المرجعية بينما حذرت ميليشيا حزب الله من حرب أهلية سيغيب معها صوت العقلاء وسيحرق فيها الأخضر واليابس بحسب قولها في حين حذر قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب من المساس بالمراجع في النجف وهدد من يفعل ذلك وكأن دماء شهداء الثورة على مدى شهرين لا تعني لهم شيئا تصريحات وتهديدات قال ناشطون إنها محاولة لإثارة الفتنة في العراق والتفتيش عن ذريعة لإدخال ميليشيات الحشد بشكل علني على خط قمع التظاهرات ولتكون مبررا آخر لهم لمزيد من القتل والخطف والاغتيال عبر الدعاء خطر وهمي على مرجعية النجف على الرغم من أنه لم يظهر أي مؤشر على وجود هذا الخطر المزعوم وبحسب محللين فإنما يجري من عنف حكومي وميليشياوي ضد المتظاهرين وتصاعد للتهديدات بالحرب الأهلية وكذلك ما عمد إليه عبد المهدي مؤخرا من تشكيل ما سماها خلايا الأزمة في المحافظات بمشاركة عسكريين كل ذلك يؤكد ما سرب مؤخرا عن اجتماع السياسيين في الجادرية بشأن اتفاقهم على إنهاء التظاهرات مهما كان الثمن وهو الأمر الذي يشير إلى أن إيران ومواليها في العراق لم يقرأوا أو ربما لم يفهموا رسائل الشعب العراقي